موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من منا لم يخطئ في يوم من الأيام مع أحد من أهل بيته أمه أبو أخوه أو مع أحد من أصدقائه أو مع أحد من السؤولين عليه في العمل من منا لم يقع عليه الخطأ بالمقابل من هؤلاء الأشخاص وترك في نفسه أثرا وحزنا شديدا وهو ينتظر هؤلاء الآخرون أن يقدم له الاعتذار عن هذا الخطأ وهم لا يدرون مهما اختلفت درجة الخطأ ومهما بلغ الأثر الذي يقيه هذا الخطأ يبقى الاعتذار هو سيد الموقف وهو محايا لهذه الزنوف وحتى تعود المياه إلى ما جاريها وتعود الإلفة بين القلوب لا بد من استخدام بعض العبارات والألفاظ التعبيرية كلمة آسف أعتذر ولا يهمك ما عليش باللغة العامية أو أحيانا مع حركة بسيطة وزعافة دائم كلمات لها سحرها جدا في القلوب تصحيح الخطأ للأسف هو أمر مفطور ومفطور على الفطرة الإنسانية والنفس البشري ثقيل جدا عليها لا نستطيع أن نقول كلمة آسف في سهولة صحيح أنها هي ثقيلة على النفس وكبيرة جدا ولكنها لا ننسى هي في قمة الأخلاق وقمة الحضارة الاجتماعية وقمة الفن والذوق فأنت الإنسان اللي بيعتذر منك فجدا هو إنسان تعتبره إنسان راقي جدا للأسف نحن في المجتمعاتنا العربية لم نتعود على أن نقول كلمة آسف إذا أخطأنا ولم نسمع من الآخرين إلا القليل من يقول لنا أعتذر إذا أخطأ بحقنا بالمقابل نجد في المجتمعات الغربي الاعتذار ثقافي من تشرى عندهم حتى كبار الدول لا يعتذر كلنا منعرف أن اليابان اعتذرت من الشعوب دول آسيا الصغرى نتيجة الاحتلال أمريكا العزمة احتلت ومارست تجارة العبيد في أفريقا اعتذرت بعد فترة رئيس كلينتون اعتذر من شعبه أما للأسف في مجتمعاتنا العربية لا نجد هذا الاعتذار من رؤسائنا وإذا قاموا يحكوا ويعمل حالهم بدي أن يعتذروا وقولوا لنا من أنتم ما فهمناكم وإذا حطيت أدولنا وحاول يعتذروا من شعوبهم ما منشوف كلمة الاعتذار إلا أثناء صيانة الشوارع نأسب على الإزعاش بعد ما حكينا عن الاعتذار وهو ثقافي غايبي بين مجتمعاتنا العربية نحن كيف بدنا نصلح هالثقافي وكيف نحن بدنا نتشرى لمجتمعاتنا رح أحكي بحلقتي على خمس محاور كلنا مثل ما بنعرف كلنا خطائين وخير الخطائين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوابون حركز حتى يكون الموضوع سهل ويعطينا حلول لحتى ننشر هالثقافي في مجتمعنا حنحكي عن الاعتذار بالتفصيل حنذكر خمس محاور أول شيء حيحكي أنا عن واع الناس في الاعتذار محور التاني حيحكي أنا عن شروط الاعتذار محور تالت حنحكي فيه عن فوائد الاعتذار المحور الرابع حنحكي عن قواعد الاعتذار محور الأخير آخر جزء من حلقتنا حنحكي فيه كيف نحن ننشر ثقافة الاعتذار فحنحط حلول توصيات ونعرج على أسباب عدم الاعتذار نبدأ بالمحور الأول وهو أنواع الناس في الاعتذار أنواع الناس من خلال الحياة العملية من ثلاث أنواع النوع الأول إنسان سهل متواضع هين لين وجرد أنه يخطأ ما بيتحمل واشرة بيجي بيعترف وقول أنا آسف وما بيقدر على زعل الناس هذا الإنسان جدا متسامح وجدا متواضع النوع الثاني وهن أغالبية الناس من هذا النوع الثاني بيخطأ يعني أحيانا ما بيشعروا أنه أخطأ بعد شوي بيحس أنه حاله أخطأ بيرجع ما بيعتذر مباشرة يعني بيصير سقيل على نفسه بيعتبره ضعف بيعتبره إهاني يعني إذا هو قام بدي يعتذر بيرجع على البيت بيصير في حالة صراع بينه وبين نفسه وتأنيب للضمير لأننا نعرف كلنا نفس أمارة بالسوء الشي الخير ما بترضى بسهولة تسئيلة عليها ولكن بعد فترة إذا هو كان من الناس الصادقين من الناس اللي ما بيقدر يعني بيعرف أنه في يعني عقوبة وفي اسم يعني إذا ما بالدنيا بالآخرة إذا هو ما اعتذر من الناس الأخطأ منه فبتأي بعد فترة وبيرجع وبيصلح هذا الخطأ وبقدم الاعتذار وهذا أكتر الناس مثل ما تكون بالمجتمع النوع الثالث هو الناس المتكبرة المغروري هدول بيجدوا نفسهم أنه هن فوق الجميع وما ممكن أن هنا أصلا خطأ مقبول ولازم نقبلهم بأخطاءهم وما بيعتبروا في شيء فهدولة كمان الحمد لله أنه قلائل في المجتمع ولكنهم صرف موجود وعادة بيكونوا من الناس اللي لهم سلطة يعني سواء مالية أو سلطة اقتصادية أو سلطة سياسية فهدول عادة أو المدرأ فهدول ما بيعتبروا أو المدرسين في المدارس هدول ما بيعتبروا حالا أنه هني قد يخطأ أبدا مستحيل فهذا النوع هو النوع المغرور هنحكي للمحور الثاني شروط الاعتذار شروط الاعتذار ثلاثي ما المهم أنه أنا بدي انتبه أنا أتبدي اعتذر وبدي أقول أنا أخطاط بدي انتبه أول شغلي لازم كون ندماني على الشيء اللي أعملته إذن أول شرط الندم الشرط الثاني اللي اتحمل مسؤوليتها الخطأ أنا قمت بخطأ شي سيء أسأت للآخرين أسأت لنفسي أسأت لله عز وجل فأنا لازم اتحمل مسؤوليت هذا الخطأ اللي أنا قمت فيه الشرط الثالث أنا عملت خطأ لازم صحر هذا الخطأ ما خليه هالخطأ ما بسقول كلمة آسف شو استفاد وين هاي تنصرف كلمة آسف إذا كان ترتب عليها أخطاء كتيري فلازم نصلح هاي الأخطاء خاصة لتكون بحق الآخرين لأنه ما فيه مسامحة حتى عمد الله عز وجل عن حقوق الآخرين للاعتزار فوائد يعني كلنا يعني لو نعرف مدى فوائد الاعتزار يمكن ما حدي أصر إلا ما اعتزر يعني أول فائد يمفوائد الاعتزار ليتغلب على احتقار الزات وتأنيب الضمير هذا الصراع النفسي اللي بداخلنا يعني وانتي كل ما تشوف الشخص اللي انتي اللي خطأ بحقه حتبقى دائما خجور حتبقى من جواك فيه صراع نفسي شلون حتحكيه شلون حتتعامل معه بقي الحياة فدائما هذا الصراع نفسي الاعتزار سبحان الله بيذهبه بيعد لك احترامك من الناس اللي انتي أخطأت معهم وانتي شوك جيت واعتزرت أكيد هو بعد ما كان وكتير زعلان منك أكيد هو هيرجع يحترمك من أول وجديد بيفتح باب التواصل لان عادة الأخطاء والذنوب بتعمل يعني سبحان الله قطيعة قط مثل ما بقوله بيننا وبين الناس نحن أخطأنا معهم فانه وقت برجع بيعتزر سبحان الله برد هالباب اللي اللي نغلق نتيجة هالخطأ برد بيرجع بيفتح قد ما يكون مثل الأول ولكن بترجع شوي شوي بترجع لمجاريها شفاء الجروح نحن بنعرف ان الخطأ انت وقت تخطأ مثل ما جربت الآخرين والأخطأ بحقك سواء هذا قديش انت نأزيت نفسيا أحيانا في بعض الأخطاء طول عمرك ما بتنساها من كتر ما الجرح بيكون قاسي فسمحان الله الاعتذار هو بيروح الجروح وبداوية مع الزمن طبعا سبح بنجاح الأشخاص المعتزين الأشخاص الناجحين بيعتزرهم دائما ما أقول لكم الدول الغربي لأنها ناجحة بتعتزر يعني أخطأنا خلاص ما نعتزر منكم فهدول بيعلوا بنظر العالم وبيعلم الناس لأنهم هني أقدموا اعتذاراتهم قواعد الاعتذار مثل ما حطينا فيه إلو شروط فيه إلو كمان قواعد الاعتذار ما بس ولا كلمة مثل ما قلنا أنا عمل يعني خطأ هل أدأدو وبالأخير آسف مثل ما بقوله وين صرفت لي هاي كلمة آسف أول شغلة أنا بدي اعتذر أول قاعد الأولى أنا بدي أعرف الطريقة والشخص اللي بدي اعتذر منه حسب الشخص اعتذاري مع أمي غير اعتذاري مع أبي اعتذاري مع أبي غير اعتذاري مع أخي غير اعتذاري مع صديقي غير اعتذاري مع مديري في العمل فإذا أنت أعرف الشخصية اللي أنا عم بتعامل مع مكانتها الاجتماعية قربة مني حتى بدي أعرف شخصيته لهذا أنا عم بتعذر منك قد يكون من النوع مثل ما قلنا وتكبر غرور هذا في جوز ما يقبل مني الاعتذار فأنا بدي أعرف كيف هل هو من النوع السهل المتواضع فأنا كثير بدي أعرف إنه النوع وطريقة الناس اللي أنا بدي أعتذر منهم بدي كثير فكر بأمر الاعتذار كثير ما بباشرة بالذات ما أعتذر بساعة الوقت يعني هدول قلنا أكثر الناس من النوع الثاني ما بيعتذروا بباشرة فأنا بدي أشوف كيف أنا بدي أقدم هذا الاعتذار بدي أحدد موضوع الخلاف تمام أنا مجوز أخطأت خطأ وإن بعد شهر شهرين لحتى يجاي بدي أعتذر إنسيت الناس وبالذات إذا كنت من النوع اللي بخطأ كتير فعنا إيش عم تعتذر؟ بدك تقول أنا بليوم الأيام عملت هالفصل هذا كان خطأ بحقك وأنا هلأ جاي أعتذر منك وشو بتريده إذا فيه شي نتيجة عن الخطأ أنا بدي أعمل إذاً بدي حدد تمام هو النوع استخدام تعابير ملطفي يعني استخدام تعابير يعني حط حركات فكتحاول كتير لأنك عملت خطأ ما عليك حسب درجة الخطأ فيه أخطاء صغيرة فيه أخطاء كبيرة فبكل ما بكون خطأ كبير التعابير بتكون كتير بدك تقعد يعني بصراحة تفكر كتير لهالتعابير آسف ما عليش أحيانا ما بمشي حالة بدك تكون فيه شي عملي إنه تثبتك على إنك أنت عن جد عم تعتذر من هذا الخطأ لأنتي أمت فيه التفضيل دائما عدم الاستعانة بشخص تالي وتكون خطأ بين هذا الشخص واحد وشخص اثنين ما يكون شخص تالي ما تقول أنا تلك يعني نفسك لأن نفس البشرية جداً كبيري أنا ما بدي أقول الآن لا يقوم يصدني لا يقوم يردني لا كذا فبتروح بتجيب شخص تالي بدان ما تصلح الموقف حتوقع بخطأ جديد وهو هيزيد يعني المشكلة فالأفضل دائما تكون فيه أخطاء بين شخصين الواحد والاثنين يكون باشرة الاعتذار وما تدخل شخص تالي بتكون الاعتذار بين الأزواج إحنا واجتماعاتنا العربية كلياتنا بنعرف إنه الزكر لا يخطأ هيك يعني هيك تربينا وهو يعني قوامي مفهوم القوامي عن الأزواج الشديد خطأ كبير فقونا هو قوامي فمفروض هي الزوجة هي لتعتذر حتى لو ما كانت غلطاني فهون لا إذا هو غلطان لأنه إنسان بالأخير وأكيد حيغلط معه فإذا هو غلطان يكون جريء يكون قوي يعني بعتبر الاعتذار بالعكس جرأة وقوة وهي فن ورقي أخلاقي فهذا هو الاعتذار إذا هو خلطان لازم يقول أنا باعتذر وحسب الاعتذار إذا كان أمام الناس ولا بينه وبينه فلازم يبادر هو وبينصح كل الأزواج إذا كانوا مخطئين أنه يبادروا ويقولوا من الاعتذار فكتير كير حيكبروا بعين زوجاتهم هون حناخد مشاركتين ونرجع الكون بعد هالمشاركتين من إحدى الأخوات وأحد الأخوة تحياتي دكتورة غادة بشرفني أني شاركك رأيي أنا بالنسبة لألي بعتبر أنه الاعتذار هو ثقافة راقية لازم نبلش نتعلمه في إعننا الاعتذار بالطريقة المباشرة أنه أنا ارتكبت خطأ باتجاه شخص معين وهذا الخطأ كان واضح فأنا ما في مشكلة أني أنا أقول له أنا آسفة كان في اختلاق بوجهات النظر وكان في اختلاق برأيي أنا آسفة كتير منك أخطأت بحقك هذا شي مباشر لأنه بخص شخص معين بموقف معين وكان مواجهة مباشرة في أحيانا منتكب بعض الأخطاء بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة عفوية ما منكون مخططين لا ما منكون أعرضين فأنا كمان ممكن أني اعتذر بطريقة لبقى بطريقة غير مباشرة بطريقة في حضارة في رقي قيمة الاعتذار هي قيمة كتير مهمة نحن نبلش لو ما تربينا عليها لا نبلش نربي نفسنا عليها ونبلش نزرعها بقلوب ولادنا لأنه قيمة الاعتذار مم بس الاعتذار للشخص الآخر بس أنا اعتذرت منه لا هي قيمة بتنمي الثقة بالنفس تقدير للذات احترام لذاتي احترام لشخصيتي احترام لمبادئي احترامي بكرة احترام المجتمع على إلي بكرة لما بيعرفني أنا إنسان صاحب حق صاحب قضية وأنه أنا ما برضى على أني أكون مخطئ وظالم للآخرين فهي ثقافة حلوة زي ما قلت لحضرتك في ثقافة الاعتذار المباشر لما يكون الأذى أصاب شخص مباشر وفي ثقافة الاعتذار الاجتماعي اللي بطريقة يعني غير مباشرة بتيجي لطيفة بتيجي مخففة ما بتسئل إلي ما بتسئل للآخر بس كتير بتعمل أجواء سلمية السلام عليكم دكتورة غادة معيكم محمد عماد الاعتذار هو بشكل عام يعني مع الزوجة أو مع الناس هو مصدر قوة ليس ضعف في مثلا نقطة ثانية إنه الإنسان اللي بيتزل لزوجته يعني هو ممكن يعطيه مصدر ثقة تكون للزوجة إنه الإنسان هذا ما بيتقبل الصحة بيتقبل غلط كمانة نقطة ثالثة كمانة إنه الاعتذار الزوجة ممكن يكون لتفادي مشكلة يعني هو راح تقع أو تفادي شي راح يصير يعني ممكن الزوجة اعتذر لزوجته لتفادي هالمشكلة هاي وينهي القصة إنه خلاص إنه راحق عليه مثلا تمام اوكي أنا بعتذر عن هالشي اللي صار فبكون يعني كتير هيك عمل المنيح يعني إنه راح تفادي هالمشكلة ما هي برأيي الاعتذار بشكل عام يعني الاعتذار متل ما حكينا هو زن فنهم ورقيهم وأخلاقهم وحضارة بعد ما سمعنا للمشاركتين من الأخ ومن الأخت كان أحد الأزواج وقال ما عنده مشكلة بالاعتذار بزمع زوجته ومن إحدى الأخصائيات النفسيين اللي حكيت لنا إنه نميز بين نوعين من الاعتذار أحيانا قد يكون معروف وتكون عرفانه كتير سهل وبتعرفة تروح تعتذر المشكلة وتكون الاعتذار إنك ما نكعرفان حالك إنك أخطأت فهون دائما عم تقول هون بيكون المشكلة ودائما الاعتذار هو ثقافة وحضارة حننتقل لآخر محور بحلقتنا وهو على أسباب عدم الاعتذار قبل ما نحط الحلول والتوصيات نعرف نحن لكل دائن دواء فحنحط نعرف إذا عرفنا الأسباب نقدر نعالج هذا المرض أول سبب من عدم الاعتذار هو التنشئ الاجتماعي نحن نعرف مجتمعات العربية ما في عنا هاي ثقافة الاعتذار ما موجودة لا بالبيت ولا موجودة بالمجتمع برة مثل ما حكينا فإذا التنشئة كتير إلى تأثير على إنه نحن ما منعتذر السبب الثاني إنه دائما بينظر مجتمعنا على إنه الاعتذار هو ضعف هو مهاني هو ذل للنفس هو الإنسان الضعيف هو اللي بيعتذر أما الإنسان قوي ما بيعتذر فهي موجودة في مجتمعنا وجود صفة لنا مبالا يعني عادي إذا خطئنا شو هاد كل ابن آدم خطأ وخير خطأته يعني عند دنيا عادي معلش نخطأ بس ما بتوبه فهذا كتير منتشرة بمجتمعنا التأثر بأهله ببيته إذا هاي البيئة كل ما بتعتذر فهو أكيد حيتأثر فيها وما يعتذر إذا الأب ما بيعتذر من أولاده فأكيد الأولاد ما هيعتذره من أبوهن دائما أنا أذكر بيقولولي وقت العملت استطلاع قالوا لي من المشكلة يعني نحن نعتذر يعني أحيانا نحن نروح نعتذر بس الطرف المقابل بتصير مثلا يا بأن ابناء يا بصير في سخرية يا بصير في تهزي وهاي عادة بتصير بين الأولاد بالبيت الواحد يعني سائل الولد بيخطأ ببيته إذا قام روح يقدم اعتذار يا أخوات بيتمسخروا عليه أو أهل وأمه أحيانا بيقوموا في عقاب يعني الأطفال أحيانا إذا أجأ نحن نعود ابننا من هو صغير أنه يعتذر فإذا مثلا أذى كبير بالبيت قد يكون كسر لك فازة أو شيء الأهل ما بيقبلوا قد يعاقبوا إذا قال أنه أنا كسرته فبلا يبدأ من هنا بيخفي الخطأ اللي هو قام فيه فنحن إذا كنا بالعكس هذا الإنسان اللي بيعتذر لازم كتير نقيمه فهون كله بيتشجع وبيعتذر إذا هذا أحد الأسباب أنه خوفي من ردة فعل الناس أنا اللي بدي يعتذر منا أحيانا كسرت الأخطاء يعني أنا بيخطأ كير تم بيخطأ 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 عايش دي اعتذر دي اعتذر دراكم الأخطاء مثل ما نعرف كلنا بالآية القرآني بل طبع على قلوبهم يعني خلاص الإنسان غريب خطأه فبلاقي أنه ما عد فيه مفر أنا ومستحيل يقدر أقدم اعتذارات خلاص عرفون الناس أنه أنا هيك خطأ وخلاص ومشي حال السبب الأخير هو عدم الإحساس بالطرف الآخر المخطئ ما بحس بشعور الناس ما بحس أنه زاهون ما بحس أنه جرحنهم مشاعرون يعني لو هو حاسس أكيد كان رح يعتذر فهو عادة ما بحس بالأطراف الثاني بعد ما عرفنا هالأسباب حنبدأ نفوت كيف بدنا نحل نحني هالمشكلة كيف بدأ نشر أنا ثقافة الاعتذار بين مجتمعاتنا العربية نبدأ متما قلنا من البيت منعود أولادنا على الاعتذار إذا ابنك إجا أخطأ أعلمه قول خطأك وما يكذب وبالعكس كافئه شجعه أنك انت جريه اللي بيعترف بخطأه وهذا إنسان كتير ميع نذكر لهم يعني كتير أمثلة على الناس أنه اللي بيعتذره هني ناس كتير جيدين أنا بتذكر في قصة مع أحد الصديقات حدثته أمام عيني أنه ابنة لأحد الصديقات يعني كانوا صغار أطفال فتقاتلوا مع بعضهم بالمصطلح العامي وكان الحق على يعني ابن الجيران وها ابن رفيتي صبر 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 كتير بالأخير يعني كتير تطورت الأمر فضربوا ابنه فطبعا ألمه كتير بضرب طلعي شكل أمه فمباجرة هون صديقتي ما بيتت باشرة طلعت لعند الأم واعتذرت باشرة من الأم بس ابنها المشكلة كان معند وما رضي يطلع يعتذر فقالت للأم بس تنزريني لبكرة حتى يعني حاول إقنع ابني ويجي يعتذر من ابني ولهلأ أنا بابسة هاي القصة انه بيئة الأم انه طوال الليل تحكيله لابنه عن فوائد الاعتذار انه لازم يعتذر لازم يسامح وراح تشتريت له دي لابن الجيران وقدموها وهاي القصة صاروا هني مضرب المسل بكل بناء وكل عمارتهم على هالتصرف الحضاري وصاروا صحاب وصاروا كتير يعني كل الجيران يقتدوا فيهم بحسن الاعتذار اللي قدموه طبعا الحل الثاني بده يبدأ من وين من الكبار يعني أنا بدأ علم الناس الاعتذار بده يبدأ الكبار هني يعتذروا فإنه الكبير المدرس المسؤولين المدراء اذا هني اخطأوا كما بالمقابل هني لازم يعلموا ان هات شجاعة وليس ضعف اذا اخطأ لانسان الكبير المسؤول او الاب او الام او كذا اخطأت مع ولاده شو المانع انه تقول انه اخطأت يا اولادي ما في مشكلة فهو تكون هني جريئين على انه يعتذروا اكيد حيطل عجيل كامل هو بيقدر هالشي وبيعرف انه هذا الاعتذار والله انسان فلان فلانة اجا واعتذر مني فهاي كتير انت بتقدرها وكتير بتكون يعني قدوة لنا كلنا بنعرف يعني نحكي من القصص الديني القصص الديني مليء 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 بحوادث اذا رجعنا للقرآن الكريم يعني ايه نبدأ اول قبل القرآن الكريم حكي حادثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة بدر كلنا بنعرف القصة النبي صلى الله عليه وسلم وقتل كان عم يسوي الصفوف ماسك العصة فبس هو بهدف ما يخطئ فكان عم يسوي الصف فبالعصة نكز احد الصحابي فقال له المتني يا رسول الله فالنبي قال له تعالى واقتص مني يعني في نفس الوقت قال له النبي وهو رسول الله يعني فهمنا عرف الحادث انه كيف كان اقتصاص وقبل رسول الله فهذا نبي هذا الامي اعتذر وقال له تعالى اقتص مني القصص القرآنية قصة سيدنا موسى كلنا بنعرفه رجلين واحد من قومه واحد من شيعته استغاثوا بسيد نموسى فبالخطأ سيدنا موسى ضربوا وقتلوا فطلب المغفرة من الله عز وجل واعترف انه اخطأ قصة ادم عليه السلام قصة ادم عليه السلام نقرأها دائما انه كيف وقت اكله من الشجرة هو زوجته تابه والله عز وجل وكلنا بنعرف انه المغفرة كانت مقدرة على سيدنا ادم ولكن لماذا القرآن ركز عليا ربنا ظلمنا انفسنا وانه بتغفر لنا وترحمنا ليه ركز عليه القرآن مشان يعلمنا فقه الاعتذار يعلمنا انه نحن لازم انه نعتذر فكان انه ممكن ما يقول سيدنا اهلا بربنا اغفر لنا لانه تاب بينه بين ربه ولكن ذكر بالقرآن وهي ايات تتلى منذ ان نزل كتاب الله الى يومنا هذا ذكرها بصريح القرآن الكريم قصة موسى مع الخضر وقت نعرفها كل ياته بصورة الكهف وقت تكرر اخطاء وسؤاله قال له بالاخير لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرة يعني قصة كتير اذا بدنا نشوفها بالقرآن وانا هون هحكي قصة انا صارت معي شخصيا يعني انا يعني هالقصة كتير مأثرة فيه وبحكيه قدام كل الناس اول ما اجيت ع تركيا كنت عم بعمل معاملي باذكر بالاقامة فالموظف كنت انا قاعدة بعد ما خلصت معامل تعب انتظر ليكمل الاجراءات فبايد قاعدة بغرفته ودخل مراجعة اخر فبايد قاعدة قام قلني بطريقة كتير كان هيك فضي طلعي لبرة فهو بيحكي لغة عربية بس قاله باسلوب يعني كتير انا زعجتني وانا بهالعمر بهذا فكتير نزعجت منه وحملت حاله وطلعت قلت له شكرا يعني ما قدرت قلت له شكرا يعني هالطريقة وحملت حاله قلت عم بكمل الاجراءاتي برجع بعد عشر دقايق بيجيوا الناس عم نعدون يتاعي بديوا يياكل موظف شو بدون مني فقاعد يعتذر مني يا امي انه انا ما قصدي وانا لغة العربية ما بعرف استخدم الفاظ فاستخدمت معك اسطوب خاطئ وضيفني وقدم لي سكاثر وشرح لي شو سبب لي شو قال لي اطلع يعني انه قد تكون في مراجعة تاني ويأخذ منه المعلومات فما بيحبوا المراجعين ان يسمعوا هالمعلومات من شخص اخر غير الموظف فبصراحة انا الهلا يعني موظف دولي بمكانته يجي يعتذر من المواطن انا هاي ما بعرف ابدا بدولنا العربية فقصة هاي صارت معي شخصيا نبدأ للحل الرابع من انتقل بعض هالقصة انه علينا ان نقبل كمان نحمي الاعتذار من الاعتذار مثل ما انا بالوقت بخطأ بحب الناس بل واعتذاري بالمقابل اذا حدي اخطأ معنا نحن لازم اذا شخص ايجو عم يعتذر مننا نقبل هذا الاعتذار وقلنا في حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه الطبراني من اعتذر الى اخيه المسلم فلم يقبل عذره لم يرد على الحوض اذا مطلوب مننا اننا نحن نقبل اعذار الاخرين طبعا هون بدأنا نبه بحب بعض الاعتذار كتير بسألوني بقولولي انه في ناس تعتذر هي كذابي يعني هون ننتبه في بعض الناس منافقة في بعض الناس مكابرين بدأوا تميز انا بين الانسان الصادق وبين الانسان الكاذب بالذات هذا اللي عم يتكرر منه الخطأ او في بعض الناس اعداء لنا يعني بيعتذروا هني مشان يدخلوا بيناتنا وهني ما بكون هدفهم هذا الاعتذار فمنكون نحن ننتبه كتير وإذا بتكون تعرفوا اكبر مثال عن هؤلاء المنافقين ما عليكم إلا تقروا صورة براءة بالقرآن الكريم ما اللي هي يعتذرون إليكم يعتذرون إليكم وهني منافقين ومتسوسين بيناتنا فكمان هاي بالذات نحن الآن بظروف الثورة ففي كتير ناس قد تفوت بهالطريق لنا فنكون نحن كتير واعين وصاحين لهدول الناس اللي هني ما أصدن شريف من الاعتذار دائما هلأ الحوادث عم تصير لأسفة شديد يوميا أنه الناس وقت تخطئ ما حد بتقبل أن نقولها أنه أنت مخطأ نحن هون لازم ما نسقط عن الخطأ هو المجتمع بيخلي يكرس هاي الثقافي فأنا وقت شوف إنسان مخطئ لازم أقوله أنك أنت مخطئ مهما كان درجته من العلم مهما كان درجته من المسؤولية مهما كان درجته موقعه الاجتماعي إذا أخطأ لازم كلنا نقوله أنه مخطئ وهلأ عم تشوفوه على وسائل التواصل الاجتماعي التصريحات في التصريحات والله فلان فلانة عالم فلانة الدعية الفلانة المفكر فلانة طب هم كان خطأ خطأ للجميع كبير والله صغير نبينا صلى الله عليه وسلم قال لو أن فاطم بنت محمد سرقت لغطعت يدها فإذا الخطأ غير مقبول من أي إنسان ولازم يعتذر للناس إذا أخطأ هو بحق يعني وزاد بحق نحن الثورة كثير عم يصير أخطأ لازم يعتذر لأنها في دماء شهداء وفي أرواح وفي معتقلين ما زالوا لسه في ظل النظام فإذا نحن المخطئين بالذات إذا كانوا أصحابين مسئولي أصحابين مراكز ما لازم نداهن وما لازم التعبير الدارج نلعق أحزي للأسف شديد في ناس خلاص تلاقي هذا مسئول بتمه يعني ما علي شيء ما علي شيء غلط وبتمه بمسحول وجوخ إذا نحن نبقى بهالأسلوب هذا كبير ما علي شيء نقبل أخطأه معنات أن نحن والرب أولادنا على أنه نصنع مستبدين بأيدينا إذا نكتب نحن ننتبه للقصة أنه صناعة المستبد نحن نصنع المستبدين طبعا هون نحاول ما نخطئ يعني أنا مشا ما أضطر لإعتذار هالإعتذار مثل ما قلته ثقيل عن نفس أنه ما أخطئ وكلنا بنعرف حديث أو نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب الأنصار قال له ولا تكلم بكلام تعتذر عليه غدا فإذا أنا انتبه من عدم أخطئ بالختام رغم أن القرآن مليء بآيات الاعتذار وبقصاص الاعتذار للأسف الشديد بمجتمعاتنا العربية البرمجة العقلية والبرمجة النفسية للإنسان العربي لا يقبل الاعتذار رغم أننا نختم القرآن مرات ومرات ومنصلي تراويح ومنحج ومنعمل عمر ولكن ثقافة الاعتذار ما زالت جدا يعني قليلي يعني ما وصلت للمرحلة لأنه هي تشذب أخلاقنا وتركي من تفكيرنا وفي ظل طبعا غياب كلمة آسف وأعتذر من مجتمعاتنا العربية يبقى في خلل في تكوين هذا المجتمع وحتبقى ما في لا محبة ولا في تسامح بقلب مجتمعاتنا وقبل ما أودعكم بحب أن أعتذر من كل إنسان أنه أنا أخطأت له بيوم من الأيام دون أن أدري وبالمقابل حسامح كل إنسان أخطأ دون أن يدري حتى تتابعوا برنامجنا على صفحتنا على فيسبوك قيم وحياة وننتظر مقترحاتكم نودعكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة